أنا وأسرتي وشعبي جند من جنود الله نسعى لخير المسلمين مقولة خالدة على مر الأزمان للملك عبدالعزيز طيب الله ثرى عما أنعم الله به على هذه البلاد المباركة من خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن منهج راسخ تتواصل مسيرته حيث وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان جمع قطاعات الدولة المعنية بالحج للقيام بالشرف العظيم على أكمل وجه وفق الخطط التنظيمية والتشغيلية التي تعد الأكبر بعد جائحة كورونا مع بذل كل ما من شأن التسير عليهم ليؤدوا عباداتهم ونسكهم بروحانية وطمأنينة لافتا إلى أهمية الحفاظ على المكتسبات الصحية لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام إمكانات تسخرها المملكة كل عام لخدمة ضيوف العزيز الجليل مع حشط طاقاتها المادية والبشرية لتنظيم الحج وخدمة الحجاج وتيسير إقامتهم وتحركاتهم ووسائل نقلهم وسائل شؤونهم في مسؤولية فريدة اختص الله بها المملكة ما جعل للتقنية دورا مهما لإدارة جمعهم الغفير مشروعات عملاقة ومبادرات متعددة هدفها زيادة الطاقة الاستيعابية للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وقاصديهما ومع برنامج خدمة ضيوف الرحمن لرؤية المملكة 2030 تيسرت سبل الحجاج بمبادرات طريق مكة وإنهاء إجراءاتهم انطلاقا من منافذ بلادهم وليثر البرنامج التجربة الدينية والثقافية لقاصدي بيت الله الحرام